مواجهات الليلية بين محتجين على إعادة فتح مكب للنفايات في مدينة عقارب بمحافظة صفاقس التونسية مواجهات خلفت قتيلا شابا لتشتعل نيران الغضب في المدينة في جولة أخرى من المواجهات نهارا أحرق فيها المحتجون مقرا لقوات الحرس الوطني في حين نفت وزارة الداخلية مسؤوليتها عن مقتل الشاب الاتحاد العام التونسي للشغل من جانبه دعا إلى تنظيم إضراب عام بالقطاعين الحكومي والخاص الأربعاء بمدينة عقارب احتجاجا على ما وصفه بالحصار الأمني المفروض على البلدة مطالبا بفتح تحقيق قضائي جدي بشأن ما وصفه بالجريمة المتعمدة بقتل شاب خلال الاحتجاجات ومحاسبات مرتكبيها معليلا استعداده للتصعيد بشتى الطرق النضالية كما أكد أن وزارة الداخلية مسؤولة عن التدخل الأمني الذي وصفه بالعنيف والوحشي في عقارب وبحسب الأنباء الواردة وعلى الرغم من إرسال السلطات التونسية تعزيزات كثيفة من قوات الجيش والشرطة إلا أن المحتجين لا يزالون يمنعون وصول الشاحنات التي تحمل النفايات إلى المكب الذي تريد الحكومة إعادة تشغيله على الرغم من التلوث الذي شكى منه السكان مرارا مؤكدين تسببه في إصابتهم بالعديد من الأمراض غير أن للأزمة وجه آخر يراه محللون إذ يرجحون أن تكون الاحتجاجات المتصاعدة متنفسا شعبية ضد سياسات الرئيس قيس سعيد الذي انفرض بالسلطة قبل أشهر واعدا التونسيين بتغييرات إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي إلا أنهم لم يروا إلا تفاقما للأزمات في البلاد ما دفع بعض السياسيين إلى القول إن حل الأزمة في تونس لا يكون إلا بتراجع الرئيس عن قراراته أو عبر إجراء انتخابات مبكرة